اختتم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو زيارته الرسمية إلى مدينة سان بيترسبرغ الروسية والتي شهدت مشاركته في الاجتماع التاسع لوزراء الثقافة بدول البريكس ومنتدى سان بيترسبرغ العاشر للثقافات المتحدة وقد حرص وزير الثقافة على اختتام زيارته بحضور عرض أوبرا عيدة والذي تم تقديمه بتزامن مع الزيارة المصرية الرسمية وانضمام مصر المجموعة الدول البريكس على مصرح أوبرا سان بيترسبرغ حيث أشاد بأداء الفنانين الموهوبين والإنتاج الفني الرائع للعرض كما عقد وزير الثقافة لقاء مثمرا مع نظراته الروسية وتم خلاله وضع الخطط التنفيذية لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الرقمنة وتبادل الخبرات في مجالات الأوبرا والبالي والمتاحف الفنية ترجمة نانسي قنقر